قال الرئيس الروسي بليدامير بوتين أن اليوم شهد بداية المرحلة الجديدة لبناء أول محطة نووية في مصر وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في بدء تنفيذ الصب الخرساني الأولى للوحدة النووية الرابعة أشار بوتين إلى أن المشروع يعد رمزا لتعاون روسيا المصري نبدأ في المرحلة الجديدة للبناء أول محطة نووية في مصر وهذا الرمز هام جدا في تعاون روسيا المصري فإن تنفيذه سيأتي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المصري وسيعز سياداتها في مجال الطاقة وستعمل على تشكيل فرص عمل كفاءة ونحن سنعمل معا لأن المنظومة في مجال الطاقة تمكننا من ذلك أن هذا المشروع مشروع ريادي في مجال تعاوننا الثنائي وفي القرن الماضي في النصف الثاني شارك خبراء الروس بالنشاط في دعم الاقتصاد المصري وبنائي والقدرات الدفاعية ترجمة نانسي قنقر